مرحبا بكم في اشاري سيبينز اليوم سنقدم لكم كسكسو خاص بعشورة اللي يكون في الديالة والكرداث احتاجوا في المقادر كل الكسكسو بحجم متوسط الخضراء القرعاء اللفت النجال خيزو قرعاء حمراء الكروم وحزمة الارباء ممكن لكم تضيف الخضراء احتاجوا احتاجوا خرق بزار سكينجبير الملح السمن الزيت بصلة مقطعة و المباش نمرق الزيت الزيت المعنقة كبيرة و الزيت نضيف الزيت و نضيف الزيت و نضيف انا نضيف الزيت وتقربوا 3 ساعة في الماء لنقصوا النسبة للبنحة نضيف البصلة و نضيف بصلة و نضيف بالتشحر و تلقة البصلة و نضيف البصلة نضيف وسلتقرب من الإضافة و نضيف للحم و نضيف ثلاثة توابل سبعة و خضراء مؤسسة عندنا سكين جبير سنضغط البزار من اللي يضغط لنا الحم سنزيد الماء الكافي الذي يضبط لنا في الخضراء قمت بقرب لترون الماء سنضغط الخضراء على حسب اللي يطيبه نضيفه بعد قطة القصبور مع نصف و نضيفه القروم و نضيفه نضيفه و نضيفه و نضيفه نضيفه و نضيفه و نضيفه نضيفه و 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 نضيف نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف ملحة قبصة 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 اضيف ملحة ومالحة قبصة لنضيف الملحة سوف نقوم بإضافة طياب الكسكسو سوف نقسم الماء إلى ثلاثة مرس نقوم بإضافة نوبة الأولى نقوم بإضافة نوبة الأولى وفق الماء نقوم بتجربة الماء سوف نقوم بتغميل الماء سوف نقوم بتغميل الماء سوف نعطل الوصف موضة تفويرها الأولى موضة تفويرها الأولى 15 دقيقة بعد 15 دقيقة نضيفها نضيفها معلقة كبيرة نضيفها 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 ثم نقوم بإضافة الماء يجب عليها اضافكم سوف نقوم بتفوير الثاني سوف نقوم بتفوير الثاني سوف نقوم بتطبيع الثانية لربع ساعة أخرى ما بين 4 ساعة حتى 3 أو 9 ساعة بعد 4 ساعة سوف نقوم بتسمن سوف نقوم بتسمن بمج . نقوم بتسمن درجاء م recruiter نقوم بتسمن نأخلط صغيرة كنت تسلل لدي الكردس بعد الموجد كن رافقوه مع الماراق و نقدموه مع البن كن رافقوه مع الماراق و نقدموه مع البن كن قدموه ليكون مصحورها إذا أعجبتكم الوصفة اليوم ديروا جام و ديروا إعجاب فيسبوك شوات عائشة مصباحي و ايضا اشتركوا معي في قناة هايشاري ستيفيز باش توصلوا بالجديد نتعقوا في فيديو اخر الى اللقاء